خرقت بعدها جلست في وصلت إلى المديرية خنقته العبرة أثناء حديثه عن خروجه من سجون الحوثيين التي زج فيها سليما معافا وخرج منها فاقدا بصره منهك الجسم والعقل جراء تعرضه لأبشع صنوف التعذيب لسبب تهمة زائفة وجهت له الشاب صلاح قائد القدسي أحد أبناء عتمة وأحد ضحايا الإجرام الحوثي اعتقل من أحد الأسواق بمديريته وألقي في جوف السجون التي لم يرى من بعدها النوع كنت جالس في أحد الأسواق في مديرية تم الاختطاف من هناك من وسط السوق بتهماتي نحن بنرصد لهم الاتقال الذي تمشي على السوق كانت هما غير موثوقة هذا من المرة قاموا بإدخالنا بالسجن في أحد المديرية في مبنى المديرية القشلة تحت العرض كانت من قبل تحت العرض قبو يعني حقا بر ما كان مخزون بر يجلسناك قاموا بإدخالنا هناك تتفنن الميليشيا الحوثية في تعذيب اليمنيين بمختلف الطرق والوسائل الجسدية والنفسية التي تعلمتها من ملالي طهران لكن أبشعها هو ما حدث لصلاح خلال اختطافه الذي استمر عدة أشهر حيث تواصلت جلسات التعذيب ونقل إلى أكثر من سجن وتناوب على تعذيبه أكثر من جلاد خبطونا ودربونا في الدماء كانوا يدخلوا حتى الحدائد من أرضنا هنا ويعلقونا ما بين صرف صرف عمودا كذا وعمود يعلقونا ويخبطونا بخيوطا كذا كهربائية كانوا يلمدونا وهذا ويطفو السجائر عرضنا هنا بالألولاعة كذا بعد إصابته بالعمى يأست الميليشيا منه وتركته رهينا لآلامه استطاع بعدها أن ينتقل إلى مأرب وفيها توجه إلى مستشفى الهيئة بالمدينة لتلقي العلاج لحالته المزمنة لكنه لم يجد شفاءه فيه أنه تعرض صلاح القدسي إلى تعذيب وبسبب هذا التعذيب أنه فقد بصره ونرجو من المنظمات الحقوقية أن تنظر إلى هذا المصاب بسبب التعذيب وها هو يسكن عند أحد أبناء قريته في مخيم جو النسيم في خيمة نصبت له منتظرا منحة علاجية تعيد بصره إليه محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب